التمركز داخل المنطقة واللمسة الأخيرة عنده يعني ياخد فيها نمرعي يعني ياخد فيها جاد جداً وقرائب من الامتياز وسام عنده اليقة بدنية عنده سرعة عنده مواصفات السترايكر اللي هو رقم 9 وهو اللي جاي من الملعب الكهرباء شوية كان بعيد شايف انه مطش مازين بي اللي جاي لو تختار راس حربة تختار وسام ولا كهرباء احطوهم هم اول اسمين وممكن احط لك مواصفات اختيار ثالث لو حبيب تختاره لا هو انا شايف الوسام ممكن مواصفاتي بالنسبة لكولر اختيار اول ما اردو حطش عايب بس انا شايف الوسام اللي هيلعب وسام اللي هيلعب نعم ووسام عنده حاجة كمان لازم الطرفين يستغلوها واكيد الراجل بيتكلم معهم يعني حاجة كانت الحمدلله كانت عند الواحد اللي هو الحاجات اللي هي ملعب زي اللي كنا ملعب ماتش زي المزين بيوم الجمعة ده اللي لعب اما كان المساكين بتطلع الكرة عليه لونجو باس بيطلع يلعب بدماغه مش بيزحلق وخلاص لأ ده بيوجه الكرة فالحاجات ديات بتفرق مع ان كان عبق قادر ولا كان ريدا سليم او بيرست ايه او حسين الشحات فهو عنده ميزة ديات فعنده مميزات هتخلي الراجل يبقى كفته ارجح من اي حد وسام وانا شايف كهرباء الفترة الجاية انا شايف الراجل هيوظفه في مكانه الطبيعي اللي هو جناح يمين او جناح شمال لازم يعني او مثلا يوم ما يفكر يلعب باثنين سترايكر ما هو بيجي في وقت ملاوات لما يكونوا محتاجين للمباراة بيلعب باثنين سترايكر ممكن يلعب وسام ويلعب كهرباء جنبه عشان الكهرباء عنده بقاله ساعتين انا بقولك في المواقف مش على ماتش الجامعة ان شاء الله ماتش الجامعة يخلص المدد انا بقولك في المواقف بعد كده لو احتاج يلعب باثنين وتحتهم قفشة هيلعب بوسام وكهرباء يعني عنده كهرباء بقاله سنتين يمكن يكونوا الاثنين اقرب لنفس البروفيل لا لا كهرباء العيب كورة ويكملوا بعد يعني هما الاثنين هيكملوا بعد يعني كهرباء بيتحرك كويس وسام بيتحرك كويس بس انا بقولك وسام انا فرجت على الماتش اللي فات مفيش كورة تعملت لونجو باس من عب منع او من معلول او من رامي او من هاني لا ويطلع ويطلع الراكب بمسافة يعني انت بتلعب فرقة وعلى ملعبها وملعب ترتان انت جاي من داني مارك بقى فانت عافلت تنزيه هناك فالفده هيفرق معاو نتمنى للتوفيق الحقيقة في مشواره مش بس في مطش الجمعة لا ويشارك يعني لكن في مشواره مع الاهلي لانه يعني الحقيقة الاهلي كان او جماهير الاهلي كان بتدور على ستراك حربة بالمواصفات دي بقالها فترة طويلة طيب عبدالقادر ورضا الاثنين ما حدش يختلف على الكواليتي ريدا يمكن تعطل شوية بدايته كان قوي جدا طبع كان دايما كل جماهير نادي الاهلي تقولك يعني مفيش خلاف على على ريدا سليم حط ريدا وحط مع اي حد ثاني يمكن الاصابة اخريته شوية لكن ابتدى يرجع عبدالقادر زي ما انت قلت قدم شط ونص او المساحة اللي تسمح له ان هو اي العافية الجوز بتاع موضش الزمالك والجوز اللي هو بتاع مزين بقى عمله قويس جدا يعني فكرنا بعبدالقادر رغم ان انا شايف ان عبدالقادر عن دكتر من ده بكتير جدا بس هو ممكن الراجل يكون كان بعده وكابتن احمد عشان حتة الدفاعية برضو يعني عبدالقادر هو الراجل على طول بيبقى حابب هاي حد بيلعب قدام البكين يبقى في دور دفاع يعني بيرستاه واللي خلاه فرق عن اي حد في مكانه واستيزون اللي فات كله اللي هو عنده الحتة الدفاعية زي الحتة الهجومية بالزدفلية الراجل عنده الحاجات ديت بتبقى واجبات لازم تعملها فانا شايف عبدالقادر انتو كان على ايامكم وانت بتلعب كان فيه واجبات دفاعية للخط انا عارف طبعا انه اي لعب هيكون ليه دور دفاعي لكن اصد اقول فكرة الرجوع على الخط دي انا عارف انه البكات هي اللي واخد الخط الراح جاي انت ممكن يبقى ليك دور دفاعي في نص ملعب الخصم لكن فكرة انه الاجنحة بتاعتك كمان ترجع تقدي دور دفاعي واشوف حسين الشحايت واشوف برسيتاو عند الثمانتاشر بيقدوا دور دفاعي هل ده كان طبيعي؟ طريقة اللعب طريقة اللعب طريقة اللعب بيبقى فيها واجبات يعني الطبيع اصدقى اصدقى على قدرات المهاجمين جدا يعني مش عايز اقول طبعا انت فكر جهاز فني ويحترم اكيد انا مش هفهم قد المدير الفني لكن اصدقى اقول المهاجم نفسه بيبزل مجهود كتير او بيضيع جزء من طقته في حتة تخليها ممكن تقصى شوية على الاساس اللي مخلوب منه الحتة الهجومية بتاعته اه هقول الله احراك حاليا كابتن احمد انا انا ثمان سنين معك كابتن عمال النحاس مدرب يعني مش يعني شاهدت هتبقى مجروحة شوية بس انا مقتنع اللي هو من احسن المدربين اللي انا اتعاملت معهم في الشغل انا مشتلتش الله معاه وفي التدريب اما كنت لعيب لا هو بيطار من نفسه بيذكر على طول هو عجبا بيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة زي مستلكون من اول ما بدأ فاصوان درجة تانية يعني هو طريقة لعب واحد اربعة ثلاثة ثلاثة ما غيرهاش معين انا بحس ان الطريقة دي تفرضها عليك القماشة اللي معاك يعني 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 انت لو معاك امشة منو الجوزية انا ملاعبش اربعة ثلاثة العب ليه اربعة ثلاثة هو كان بلعب بخمسة الاول نعم كان بلعب بخمسة بس اصدقior قول انه الأدوار الهجومية. كل مركز دي أدوار. حتى لو كان هو في خط الدفاع ممكن أبقى طالب منه أدوار هجومية أكتر منها أدوار دفاعية. أقصد أقولي أن الفرقة التي تريد أن تكسب المان سيتي لما تفرج عليه في ملعبه بالنبيه. طريقة لعبة وسيستم لعبة هو مانويل جوزيم يعني السكوات اللعبة اللي كانوا معاه يعني ما تزعلش مني ما فيش فرقة بتشوف التمنتاشر بتاع الندلاي. طيب. من السكوات اللعبة يعني أنت عندك فوق متعب وفلافيو وابوتريكا وبركات وعد دايرة شوقي وحسام عشور أو شوقي وحسام مصطفى فاتنين عد دايرة أصلا ما بيعدوش الهواء. ما بيعدوش الهواء يعني ممكن أنت مطش من الماتشات ممكن أن تقوم بتلاقي أمير عبد حميد ما تشوفوش ممكن ما تشوفش الحضري. ماتشات من الماتشات فهي بترجع. والسيستم اللعب بتاع منشستر سيتي لأ راجل ضغط على على طول وعنده سكوات لعبة. ولعبة في الحتة تلبص وتلستم وتسلم وتكنترول. الكرة في رجلهم على طول مدام الكرة في رجلك مش عاوز تدافع. ممكن ما تدفعش بحد. فده الفرق يعني. طيب. اتفقت إنه سام من وجهات نظرك. الماتش بتاع الزهاب كان الاعتماد على رضا وعبد القادر. والاتنين قدموا لاعبوا جيم كويس. انت فين؟ يعني رضا عبقادر أعلى منه. تقييم عبقادر أنا شايفه أعلى منه. طيب. لو دخل معك في الحسابات حسين الشحات وبرستاو. ببرستاو. أنا شايف الراجل لو بنفس عقليته وتفكيره أنا ممكن شايف لو ممكن يدي الثقة لعبقادر تاني. ويبدأ ببرستاو. يعني شايف اللي ببرستاو اللي ممكن يبدأ الماتش بتاعهم الجمهة. خط الظهر مفيش خلاف عليه. خط النص فيه إشكالية. والتشكيل أو السلاسي الأفضل من وجهة نظرك. أنا شايف مروان لو هو جاهز والرجل هيعتمد عليه. هيبقى مروان والسلاية وكوكا. لو مروان مش جاهز. هيبقى أكرم والسلاية وكوكا. هم وهم التلاتة اللي كانوا عالدايرة في ماتش اللي عبق. ان شاء الله مكسب لنادي الأهل.